موسيقى السلام عليكم نرحب بكم في حلقتنا الجديدة من برنامجنا سنتحدث في حلقة اليوم عن إحدى العادات القديمة في اليهودية والإسلام وهذه العادة هي ختان ذكور وهو موضوع مهم كثير من الأصدقاء المسلمين يخطنون ولا يعلمون من أين آتت العادة ولا يوجد من يستطيع أن يساعدنا على معرفة الخلفية اليهودية لتلك العادة أكثر من راباي جيسون وهو هنا اليوم معنا راباي جيسون أهلاً أخي أهلاً كيف حالك السلام عليكم لقد افتقدتك نعم أتمنى أن تكون بخير أنا في أحسن حال تباركت بوجودي معك أمين أمين تعرف سنتحدث عن واحد من أكثر المواضيع إثارة للجدل وهو موضوع ختان الذكور نعم ولكي يعطيك خلفية عن الأمر لأني من خلفية إسلامية إنه أمر مهم يقوم به المسلمون ولكن كمسلم لم أكن أعرف من أين أتت تلك العادة أصلاً وما مدى أهمية تلك العادة لنا ولهذا ظننت أن أفضل شيء أن نتحدث معك عنها حتى تستهرد لنا العادات اليهودية والفهم الكتابية لهذا الموضوع كله حتى يعرف مشاهدون ما هو أصل هذا الموضوع من دواعي سروري أن أكون هنا معك وأتحدث معك عن هذا الموضوع المهم لأنه واضح أنها نقطة بها قواسم مشتركة وترابط بين الشعب اليهودي والمسلمين وأظن أن أهميتها تعود إلى سفر التكوين تأتي من البداية نعم تأتي من البداية لأن الختان بدأ عندما تكلم الله مع أبراهام الذي هو النبي إبراهيم تأتي من وقت أن أعطاها الله إليه لهدف خاص جداً له أهمية روحية عميقة جداً أريد أن أقرأ لك من سفر التكوين إصحاح 17 يقول ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملاً فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جداً لذا ظهر الله لإبراهيم في عمر التاسعة والتسعين وقال له سر أمامي وكن كاملاً ووعد إبراهيم وأكد على العهد الذي قطعه من قبل مع إبراهيم ثم يقول فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلاً أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أباً لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أباً لجمهور من الأمم أبرام ومعناه الأب الجليل ثم أضيف حرف اله إلى اسمه وهذا يعني أن معنى اسمه تحول من الأب الجليل إلى أب للأمم أب لأمم كثيرة أب لجماهير أب لجموع كثيرة وأثمرك كثيراً جداً وملوك منك يخرجون بعض أولئك الملوك كانوا أحفاد إسماعيل وبعض أولئك الملوك أحفاد إسرائيل مثل داود وأقيم عهدي بيني وبينك عهداً أبدياً وبين نسلك من بعدك في أجيالهم لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرضي كان عانى ملكاً أبدياً وأكون إلههم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم إذن علامة ذلك العهد بينهم هي عهد في اللحم بالعبري بريت ميلا بريت كلمة تعني عهداً وميلا تعني الختان وحرفياً عهد ختان الذكور الذي تأسس ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي إذن خطورة عدم الختان هي أنه يكون كسر العهد فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه هم واو هل يمكنك أن تشرح لنا تفاصيل هذه الفقرة لأننا نرهتين الكلمتين ختان وكلمة عهد ما الذي يجري هنا في هذه الفقرة؟ أظن أن هناك عدة أمور مهمة السؤال الأول الذي علينا أن أسأله هو لماذا أراد الله أن يقطع عهداً ويعطي علامة؟ للوعد بإنجاب الأطفال والوعد بأن ملوكاً سوف يأتون من نسل النبي إبراهيم فكر في الأمر إبراهيم عمره تسعة وتسعين عاماً بدون أطفال لا يمكنه أن ينجب أطفال واضح أنه لديه مشكلة هو وصار في القدرة على إنجاب الأطفال لذلك الموضع الذي فيه مشكلة صار نفس الموضع الذي ترك فيه الله علامة عهد وكأن الله يريد أن يقول عليك أن تعلم يا إبراهيم بقدرتك الطبيعية لن تستطيع أن تفعل شيئاً لكن معي كل شيء مستطاع لدي وحتى لا تنسى أبداً أنني أنا من جعلت هذا يحدث سأعطيك هذا العهد في اللحم كل مرة تأتي إليه وتقف أمامي سوف تتذكر أنت وأولادك إذن تعني أن الله هذا الإله العظيم يقطع عهداً مع إبراهيم نعم وهذا أمر مدهش تخيل أن ملك الكون وخالقه يدخل في علاقة عهد مع إبراهيم وأيضاً يعد وعوداً لإبراهيم وهذا أمر مذهل جداً إذن فقد وعده بنسل وبأن ملوكاً سيأتون منه نعم ووعده أيضاً بأن يعطيه أرضاً ووعد كذلك أن يباركه هذه وعود كثيرة بالطبع هذا مذهل وأظن هناك أمر مهم كثيراً ما لا يستطيع الناس فهم مدى أهمية الفكرة الخاصة بالنسل عندما يتعامل الله فهو يتعامل معنا على أساس العهد أو العلاقات نحن كثيراً ما نتعامل مع علاقاتنا كأمر تعاقدي أو تعاملي ماذا تقصد؟ أقصد أنه في الشرق الأوسط قديماً اعتاد كثير من الملوك والحكام أن يدخلوا في معاهدات مع دول أخرى أو مع أفراد وكانت تسير هكذا أنت تفعل أموراً إكراماً للمعاهدة أو العقد الذي بيننا وأنا سوف أفعل كما وعدتك وأنت تفعل كما وعدتني لكن إن حدث ولم تفي بوعودك التي وعدتني بها وإن لم تنفذ المطلوب منك لأنه عادة يكون هناك شخص أقوى أو دولة أقوى تقيم معاهدة مع دولة أقل قوة وتسمى دولة أخلت بالمعاهدة الأقل قوة لم ينفذ الجزء الخاص به تقطع المعاهدة ويلغيان ذلك العقد ويجلبون اللعنة والعقاب لأنفسهم وجزء من طريقة عمل العهد تسمى حرفياً قطع العهد فأنت تذبح حيواناً أو أكثر من حيوان وتقطعهم من المصف وبعد ذلك يمشي الطرفان بين الأجزاء كرمز لأنهما قد اتفق بعهد دم وكأنهما يقولان إن لم ينفذ ما علي في المعاهدة ما حدث لهذه الحيوانات يحدث لي بالضبط هذا خطير خطير جداً تلك العقود أو ما يمكن أن ندعوه أحياناً في المعاهدات مواثيق كانت مواثيق خاصة كانت تعرف بالمواثيق المزدوجة أي أن هناك طرفين نعم كلا الطرفين اتفقا كلا الطرفين أخذ مسؤوليات لينفذاها كانت تلك في العادة مواثيق مشروطة بمعنى أنه على الطرفين أن ينفذ شروط الاتفاقية وإن أخلى طرف بالشروط تبطل الاتفاقية وينتهي الأمر وتحدث عواقب وخيمة لكن نرى هنا في تكوين 17 الذي قرأته أنه في الواقع لا توجد شروط الله يصنع تلك الاتفاقية بنفسه بينه وبين إبراهيم ولم يطلب من إبراهيم شيئاً حتى يحقق الله ذلك العهد له وهذا أمر مذهل في تكوين إسحاق 15 قبل أن ينجب إبراهيم ولداً إسحاق أو إسماعيل ظهر الله لإبراهيم وقال له سأباركك وسوف تكون عظيماً جداً نعم فقال إبراهيم ليس لدي وريث وهذا يجعل عبدي العازر الدمشقي يرثني إذن كان يظن أن الله كان يقصد أن العازر نعم كل ما يملكه كان سيعطى لذلك الدمشقي العازر الدمشقي لكن الله قال لا أنت سوف تنجب طفلاً من صلبك منك أنت وصار وآمن إبراهيم وحسب له إيمانه هذا براً ثم قال الله أعد بأن أعطيك هذه الأرض ثم جعل إبراهيم ينام وكان إبراهيم قد حضر ذبائحه وجهزها ثم نام نوماً عميقاً ونزل الله ومر وحده بين تلك الذبائح وإبراهيم نائم ماذا يعني ذلك؟ ليقطع العهد نعم هذا يعني أن العهد كان عهداً بدون شروط كان عهداً يلزم طرفاً واحداً أخذ الله وحده مسئولية العهد أي أن الله سوف يفي بوعوده لإبراهيم حتى إن لم يكن إبراهيم ونسله أمناء مع الله ربما يفقدون البركة مؤقتاً لكن في النهاية سوف يفي الله بوعده ينفذ كلامه ينفذ كلامه ولهذا السبب بارك الله إبراهيم أينما ذهب وهو لم يكن دائماً باراً لكن الله نفذ وعوده وكان أميناً مع نفسه نعم بالطبع وهذا أمر مهم للغاية لماذا؟ لأن هذا هو نفس نوع الوعد الذي يعدنا الله به من خلال يسوع لأن الله يريد أن يتعامل مع شعبه عن طريق العهود الزواج كتابياً يعتبر عهداً وإبراهيم له عهد وصنع الله عهداً لموسى وفي النهاية لم يحفظ شعب إسرائيل ذلك العهد ووعد الله في أرمية 31-31 وأخطع عهداً جديداً ولم يكن هذا لليهود فحسب لكن الله قال لإبراهيم تتبارك فيك جميع قبائل الأرض إذن الجميع كانت لهم بركة من خلال إبراهيم ونسله وفي النهاية يسوع المسيح أكبر ابن لإبراهيم ويريد الله أن يعطي وعوداً غير مشروطة لكل شخص لكل من يضع ثقته في ابنه الوحيد يسوع المسيح ووو آمين سوف نعود مجدداً إلى تلك الأهمية الروحية لكن دعنا نناقش الأمر بشكل عملي فمثلاً في أي عمر يحدث أمر الختان هذا في اليهودية وهل هناك احتفال أو طقس خاص به أم كيف يقومون بذلك؟ هناك احتفال مميز جداً ليس احتفالاً طويلاً بل احتفالاً مختصراً وهم ما فيه هو ضرورة حدوثه في اليوم الثامن يقول الله في تكوين سبعة عشر يجب أن يختن كل طفل ذكر في اليوم الثامن وأظن أن هناك سبباً لذلك لماذا اختار الله اليوم الثامن؟ لأن رقم ستة هو رقم العالم المادي خلق الله العالم في ستة أيام والعالم المادي له ستة جوانب الشمال والجنوب والشرق والغرب وهناك السماوات من فوق ثم الأرض من تحت إذن هناك ستة جوانب للخليقة المادية سبعة هو رقم التتميم أو الكمال بعد أن أكمل الله العالم استراح في اليوم السابع إذن رقم سبعة يرمز إلى كمال الأمر أو تتميم النظام الطبيعي الخاص بالعالم لكن ثمانية هو الرقم الذي يتجاوز النظام الطبيعي إذن ثمانية هو رقم خارق للطبيعة ثمانية رقم ما يتجاوز الزمان والمكان خارج الحدود المادية أو الطبيعية وهكذا صار رقم ثمانية هو رقم البداية الجديدة ونرى ذلك في فلك نوح ثمانية أشخاص أنقذوا في الفلك ومنهم بدأ العالم بعد ذلك بداية جديدة وهذا كان بنعمة الله وأيضا حين مات يسوع المسيح مات يوم الجمعة وهو اليوم السادس وقام بعدها بقي في القبر في اليوم السادس وفي اليوم السابع أيضا وجزءا من الثامن لأن الأحد كان في اليوم الثامن الجمعة هو اليوم السادس والسبت هو السابع فكان الأحد هو الثامن لأن قيامة يسوع المسيح من الأموات بما ثابت بداية جديدة وهي أيضاً الوعد أو الوعود الخاصة بالعهد الجديد الحقيقية وهي أنه يمكننا أن نغلب الموت ونجد حياة أبدية وأن العتيقة يمكن أن يمضي ويأتي الجديد هذا الوعد هو أن نكون خليقة جديدة في يسوع المسيح حسناً لقد انتقلت بنا إلى العهد الجديد بالفعل ذلك العهد الذي قطعه الله ووضعه في الكتاب المقدس العبري موجود في العهد الجديد وهو لنا اليوم هل يمكن أن تحدثنا عن معنى هذا في يسوع المسيح والعهد القديم والعهد الجديد وكيف يمكننا أن ندخل في ذلك العهد نعم تعلم إبراهيم دخل في العهد مع الله مكتوب إبراهيم آمن بالله فحسب له حسب له برا إذن الإيمان هو أساس الطريق الذي يمكن أن ندخل به إلى وعود الله بأن نثق فيه بأن نثق فيه الأمر كله يبدأ بالإيمان كلمة يؤمن تقابلها في العبرية كلمة أمنا وهي تعني وثيقاً أو أكيداً أو حقيقياً إذن فهو مؤسس على إيمان وثيق يعرف به بسورة الأخبار الصارة أو ما يشار إليه الإنجيل وهو يقول لكل واحد فينا لا أحد من نبار جميعنا أخطأنا وأعوزنا مكدو الله كلنا نعيش في عالم محطم لذلك لا يمكننا أن نصلحه كما لا يمكننا أيضاً أن ننقذ أنفسنا فماذا فعل الله؟ نزل هو بنفسه من السماء أتى وظهر في سورة يسوع المسيح ابن داود وهو أعطانا حياة عندما مات على شجرة على صليب دخلت الخطية العالم بسبب شجرة فأعاد الله المسيح إلى الشجرة من أجلنا بقي في القبر ثلاثة أيام ثم قام من الأموات وقيامته هي الدليل الحق على أنه لدينا الآن فرصة حقيقية لنقبل الوعدة بالحياة الأبدية وبملكوت الله وبفردوس السماء إن آمنا أنه مات ودفن وقام من الأموات وإن وثقنا فيه وأخذنا ذلك الوعدة لنا أمين 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 لكن بولوس أيضا أشار إلى ذلك العهد وإلى ذلك الختان وإلى عهد الله مع شعبه أظن أن ذلك الموضوع مهم يجب أن نفهمه ربما رسالة روميا هي أهم رسالة تتحدث عن ذلك يبدأ بولوس في رسالة روميا إصحاحات واحد واثنين وثلاثة بالتحدث عن أن الجميع قد أخطأوا اليهود والأمم الجميع أخطأوا لا أحد يستحق وعود الله هذه أخبار سيئة الحل هو مات يسوع وقام من الأموات ويقول الكتاب إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك أن يسوع المسيح هو الرب ستخلص وهذا يسمى التبرير بالإيمان بالإيمان مح الله الحكم الذي كان علينا تماما وأعلن أننا أبرياء وبعد ذلك أعطانا بر المسيح إذن فقد تبررنا بالإيمان ثم يتحدث عن التقديس أي أننا يمكن أن نصير مثل المسيح يمكننا أن ننمو وأن نصير أتقياء وروحيين على أساس ما فعله المسيح من أجلنا ثم يكمل في روميا ثمانية فيتحدث عن الوعد بالمجد يوما ما عندما نراه سوف نكون مثله سوف نتغير تغيرا كاملا ثم يختم روميا ثمانية بلا شيء يقدر أن يفسلنا عن محبة التي في المسيح يسوع لا ماذا لا موت ولا خطر ولا شدة ولا أي شيء لا ملائكة ولا رؤساء ولا أي مخلوق آخر وعد رائع مذهل هللويا وبعد ذلك يتحدث بولوس عن إسرائيل ويتحدث في روميا عشر بعد أن تحدث عن وعود قديمة عن الهيكل وعن موسى وعن العهود إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم في روميا عشر يتحدث عن وضعهم فلسفة بدون معرفة وأنهم لم يأخذوا الوعد بالمسيح وبناء عليه لا يؤمنون وبناء عليه فإنهم لا يسيرون في ملء بركة الله لهم لكن روميا أحد عشر فيه الأخبار الصارة بأنه في يوم محدد كل إسرائيل سيحصل على الخلاص ويقول اللهوتيون لماذا يتحدث بولوس الرسول عن ذلك الموضوع الخاص بإسرائيل رغم أن موضوع حديثه كان عن وعود الله بالضبط وعوده للأمم وللناس لا أعرف ما معنى هذا أظن أن هذا يعني الكثير لأن السؤال الذي يجب أن يسأل لا شيء سيفصلنا عنه إلا أن إسرائيل انفصلوا لأنهم عصوا إن كان الله غير أمين في عهد قطعه مع إبراهيم ومن إبراهيم إلى إسحاق ويعقوب وأصباط إسرائيل كيف سيكون أمينا معي؟ لكن لأن الله كان أمينا مع شعبه فهو سيكون أمينا مع كل شخص فينا هو يحفظ عهوده وينفذ عوده سواء أكنت يهوديا أم أمميا هذا لا يفرق هذا هو الخبر الصار الله أمين إن كان لنا إيمان نعم هاللويا وهو يحفظ وعده لكل واحد فينا بالتأكيد ماذا تقول الآن لشخص يشاهدنا لم يدخل في هذا العهد مع الله بعد أو لم يكتشفه في يسوع المسيح؟ حسنا سأقول له إن أهم شيء يمكن أن تفعله أن تطلب من الرب أن يعلن لك من هو يسوع من هو يسوع المسيح؟ سأقول لك ما هو المهم كان ختان الذكور عبارة عن علامة خارجية على حقيقة داخلية علامة جسدية على وعد روحي بأنه يمكن أن تكون لنا علاقة خاصة مع الله تعرفنا لما خلقنا وتعرفنا من هو ونعرف ما قصده من حياة كل منا لذا هناك ما هو أهم من موضوع الختان الخارجي يتحدث الكتاب المقدس أيضا قال موسى في التثنية إنه يجب على كل منا أن يختن قلبه من الداخل ومعنى ذلك أن الغرل هذه تجعلنا نفخد الإحساس لذا يجب أن نطلب من إلهنا أن يأخذ قلوبنا التي تقست يجب أن نطلب أن يختن قلوبنا لكي يصير لدينا قلب جديد وروح جديد وبهذه الطريقة يغيرنا الله من الداخل أولا ويعطي لك الوعد بالحياة المليئة بالخيرات إن آمنت أن يسوع المسيح قد قدم حياته كفارا حتى يمكن أن يغفر لك إن آمنت بهذا وقبلته سيجددك الله وسيغيرك تماما العتيق سيمضي والجديد سيأتي وستجد حرية وفرحا وتغيرا وأهم شيء هو الوعد بالحياة الأبدية كما قال يسوع للذي صلب بجواره اليوم تكونوا معي في الفردوس فعلا هذه أخبار سارة الله قطع عهدا معنا وهو يقدر أن يحفظ عهده لك ولي حين نأتي إليه بالتأكيد وهذه هي أفضل الأخبار وهي أن الله أمين حقا حتى إن لم نفعل شيئا هذه هي النعمة حتى لمن لا يستحق نحن لا نستحق الخلاص نحن لا نستحق علاقة مع الله نحن لا نستحق البركة التي يسكبها الله علينا تلك هي النعمة وبرحمته يرى أننا في احتياج نحتاج إلى المساعدة وهو يريد أن يظهر في حياتنا ويسمح لنا أن نختبر المحبة التي عنده لنا ولهذا السبب تجسد ومات على الصليب لأجلك ولأجلي بالتأكيد اسمع أعتقد أن جزءا من سبب إعطاء الله علامة الختان وقيام اليهود والمسلمين بذلك أن هناك وعدا لنا نحن كشعب جسدي ولكن هناك أيضا وعدا راحيا لكل أمم الأرض الأخرى فيمكنك أن تصير من أبناء إبراهيم يمكنك أن تكون شريكا في تلك الوعود من خلال إيمانك بابن إبراهيم الأخير وهو يسوع المسيح مخلصنا أمين أمين هذه في الواقع كلمة لك اليوم أيًا كان مكانك وأيًا كانت الحالة التي أنت عليها الآن يمكنك أن تصرخ ليسوع المسيح وتقول يا رب أنا أحتاج أن تأتي إلى حياتي لتغير قلبي وبيتي ولتغير فكري ولتعطيني ما يؤكد لي خلاصي إنه ينتظرك تعال إليه وتحدث معه الرب يباركك